اشتركوا في القناة تقدروا وتجاوبوا على كل الأسئلة اللي ممكن تجيلكوا فيها طيب هو أنا دلوقتي لو أنا ماسك مادة التفريز والتجليخ وبدأت أذكر فيها المادة بتنقاسم لإيه؟ المادة بتنقاسم لتفريز وتجليخ الجزء بتاع التفريز عبارة عن الفريزة الأفقية العامة ومكينة الهب وبعد كده جزئية التجليخ طيب لو جينا النهاردة واتكلمنا عن الفريزة الأفقية العامة طيب أنا وأنا باتكلم عن الفريزة الأفقية العامة أأكد على إيه؟ أقول لك كده أمسك وراء أو ألم وكتب ورايا الأسئلة دي الأسئلة دي لو جاوبناها يبقى احنا كده خلصنا حلقتنا النهاردة وقدرنا نجاوب على كل الأسئلة اللي ممكن تجيلي وأنا بذاكر مادة التفريز والتجليخ في جزئية الفريزة الأفقية العامة طب أنا دلوقتي في الفريزة الأفقية العامة إيه هي أهم الأسئلة إيه هي استخدامات الفريزة نمرة واحد ما هي استخدامات الفريزة نمرة اتنين إيه هي مميزات الفريزة الأفقية العامة هي بتتميز بإيه نمرة تلاتة إيه هي مواد صنع أدوات القطع في الفريزة الأفقية العامة لإيه مواد صنع السككين نمرة أربعة أشوف أنماط التفريز اللي هو حنعرفه بعد شوية التفريز المحيطي الأعلى والتفريز المحيطي الأسفل نمرة خمسة تعرف لي إيه هي طرق تثبيت المشغولات على الفريزة وطالما قلت إيه طرق تثبيت المشغولات أنا عندي حاجتين أساسيتين لازم يحصلهم تثبيت الشغلة بتتثبت إزاي والسكينة بتاعة القطع اللي هي أداة القطع بتاعتي بتتثبت إزاي يبقى دول ستة أسئلة مهمين وسابع سؤال أهم منهم كلهم وهو إزاي أحسب عدد لفات يد جهاز التأسيم لما أكون بعمل مثلا ترس يعني عايز أقسم محيط الدايرة لعدد من الأقسام المتساوية هحسب إزاي عدد لفات يد الجهاز لأن الجهاز عندي ممكن يكون عندي ترس محتاج تأسيم بسيط وترس محتاج تأسيم فريقي التأسيم البسيط اللي هو ترس 40 سنة 60 سنة 100 سنة 180 سنة 120 سنة 200 سنة وهكذا إنما التأسيم الفريقي لما يقولي عايز 123 سنة 159 سنة 229 سنة يبقى أنا كده الجزء اللي هو مش 20 ومش 30 ومش 50 ومش 100 كاملين ده كله معناه إن ده تأسيم فريقي تعالى كده نشوف أجزاء الفريزة وإيه هي استخداماتها وإيه هي مميزاتها ونروح نشوف كل جزء حنجاو بيه على أسئلتنا إزاي نبص كده مع بعض بداية بنقول إن الفريزة الأفقية العامة الغرض من استعمال الفريزة هو نمرة 1 فتح جميع أنواع أسنان التروس العدلة والحلزونية نمرة 2 تشكيل المشقبيات والمجاري المختلفة نمرة 3 تسويت الأسطح وتشكيلها نمرة 4 قطع المجاري اللولبية للأسطح الأسطواني طب تعالى نشوف إيه هي مميزات الفريزة مميزات الفريزة الأفقية العامة نمرة 1 إمكانية استخدام مجموعة التروس لتوصيل الحركة من الصينية لجهاز التأسيم يعني نقدر أوصل الصينية بتاعة الفريزة لجهاز التأسيم عشان نعمل التروس أو الأسنان الحلزونية نمرة 2 إمكانية عمل أسطح بزوايا مختلفة وده السبب فيه إن الصينية بتاعة الطولية بقدر إن أنا أعمل لها إيمالة بزاوية تصل إلى 45 درجة تعالى نشوف شكل الفريزة الأفقية العامة ونشوف أجزاءها طيب أجزاء الفريزة الأفقية العامة طبعا أنا عندي هنا القعدة وعندي هنا الهيكل وده رأس الفريزة وده عمود السكينة وده السكينة طبعا هي اسمها الأفقية العامة ليه؟ لأن عمود السكينة هنا عمود أفقي عمود السكينة هنا عمود إيه؟ أفقي نيجي بعد كده كل الجزء اللي فوق ده خاص هنا بالمطور ومجموعة التروس اللي موجودة جوال هيكل اللي بتنقل الحركة عندي العمود السكينة زائد ان التروس دي بتنقل الحركة كمان للرجبة اللي هتعمل تحريك للشغلة اللي موجودة على الصينية طبعا دي اشكال للفريزة الافقية العامة لو تلاحظ هنا ان السكينة بتدور حركة دورانية والحركة الدورانية ديت اللي انا بستخدمها في فتح المجاري والمشقبيات يبقى ايزا دلوقتي عندي ده الشكل بتاع الفريزة والاجزاء بتاعتها عبارة عن القعدة والهيكل ورأس الفريزة وعمود السكينة والسكينة والجلب الاحتكاكية او الحلقات الاحتكاكية وكرسي السند بتاعي علشان ما حصلش اهتزاز للسكينة عند المندضة وعند الرسمة الطولية وعند الرجبة اللي انا بعمل لها ارتفاع لاعلى والاسفل ودي الاجزاء بتاعتي طب انا السكينة دي وهي موجودة هنا حامل عملية تثبيت للسكينة ازاي؟ تعال نشوف مع بعض طرق تثبيت السكينة على عمود السكينة من طرق التثبيت نمرة واحد بنقول التثبيت باستخدام خبور انا عندي ده عمود السكينة عمود السكينة ده بيبقى فيه مجرى الجزء اللي هو المستطيل اللي موجود جوه ده ده اللي اسمه الخبور ليه؟ لان السكينة دي اللي هي بتعمل عملية الاحتكاك اللي بتاكل في الشغلة بيبقى فيها مجرى فانا لو حطيت الخبور ده بالشكل ده هيبقى نص الخبور موجود في العمود ونص الخبور موجود في السكينة وبالتالي لو العمود ده دار حوالين نفسه السكينة كمان حط دور يبقى نمرة واحد هعمل عملية تثبيت السكينة باستخدام لايه؟ الخبور بتصنع السككين بعدة سقوب محورية التقب بتاع السكينة من الداخل بيكون يا 16 يا 22 يا 27 يا 32 يا 40 يا 50 ملي متر عشان تلام اقطار الاعمدة حيث تثبت بواسطة خبور بيضبط وضعها بالنسبة للشغلة طب تعالى نشوف تاني طريقة من طرق التثبيت وهي التثبيت بقلووز دي السكينة بتاعتي ده العمود بتاع السكينة وفيه قلووز الجزء اللي بره خالص ده ده القلب بتاع المكينة يبقى انا لو ربطت القلووز ده في القلووز بتاع قلب المكينة وبالتالي حسبت السكينة ويبقى القلب ده وهو بيلف السكينة كمان بتلف معه في نفس الاتجاه وفيها يكون شكل السكينة زو نصاب مسلوب وقلووز خارجي حيث يربط بواسطة سامولة في التجويف المسلوب المعد لذلك لضمان احكام السكينة يعني المسلوب بيدخل فيه نفس المسلوب بتاع القلب بنفس درجة الميل وفيه جلبة كمان ربطة القلووز في القلووز علشان يحصل ما بينهم احكام طيب نمرة ثلاثة وهي التثبيت باستخدام قابض انا عندي ده دلوقت القلب او جسم اللي موجود جوه المكينة الفريزة القابض ده عبارة عن اصابع اللي احنا شايفنا مقطوعة دي ودي جلبة لو عربطنا الجلبة دي على القلب فهياخد الاصابع بتاعة القابض ويربطها او يخليها تمسك زي صوابع ايدك كده لما بتمسك على اي حاجة انت مسكها فيها يبقى انا دلوقتي وفيها يكون شكل السكينة زو نصاب استواني حيث يستخدم قابض مكون من صامولة زن ادي صامولة الزن وجلبة مشقوقة دي جلبة المشقوقة وجسم الايه وجسم القابض وعندما يرى التثبيت بتوضع الجلبة المشقوقة بجسم القابض ثم ندخل الصامولة فتعمل عملية الايه عملية الربط طيب تعال ساعدتك كده نشوف رابع طريقة من عمليات التثبيت ده احنا بنسميه التثبيت بالاحتكاك ده اسمه التثبيت بالاحتكاك وكلمة التثبيت بالاحتكاك اننا ده كده عمود السكينة موجودة عندي وعمود السكينة ده انا بحط هنا السكينة يعني عايز السكينة تكون في المنتصف او عايزها تكون في الطرف في اليمين او في الطرف الشمال اللي موجودة عندي ده وده 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 دي جلب يعني انا لو حاطت جلبتين من هنا وجلبتين من هنا بقت السكينة في المنتصف طب لو شلت جلبة من هنا زودتها هنا بقى فيه هنا واحد و هنا ثلاثة يبقى إذن السكينة حتكون ناحية اليسار لو حطيت هنا ثلاثة و هنا واحدة بقى السكينة حتكون ناحية اليمين يبقى في عملية الاحتكاك دي أنا بستخدم هذه الطريقة عندما يكون عمق القطع المراد إزالته صغير عشان الاحتكاك مش هيقدر يشيل عمق قطع كبير يعني حيث تكون قوة القطع الناتجة من القطع ليست كبيرة و يكتفى في هذه الطريقة بقوة الاحتكاك طب أنا دلوقتي لما باجي أعمل عملية القطع هو أنا لازم أعمل اختبارات للسكينة آه لازم أعمل اختبار للسكينة إيه هي الاختبارات دي؟ نمرة واحد لازم تكون السكينة دي مربوطة جيدا لأننا عدم ربطها جيدا الاهتزاز اللي حيحصل فيها حيؤدي لكسر السكينة و هيؤدي لتشويه القطع المشغلة القطع اللي أنا بعمل لها عملية تشغيل و طبعا كسر السكينة يبقى ده بياخد مني أموال لأن أنا كده بدفع مصاريف زيادة تشويه القطع ده كمان بيضيع القطع لأنها عبارة عن خامة و ممكن يكون يتعامل عليها عمليات تصنيع بل كده يعني خادت وقت وخادت مجود وخادت يوميات بتاعتنا الشغالة طيب نمرة واحد الرابط الجيد نمرة اتنين إن أنا لازم أكون شايف هل السكينة متمركزة ولا لا يعني فيه السكينة بتدور حوالين مركزها ولا لا ليه؟ لأن برضو لو ما كانتش متمركزة يبقى هتعمل اهتزاز الاهتزاز ده هيخلي السكينة تاكل في مكان بعمق كبير و في مكان بعمق قليل وبالتالي هتديني جودة سطح غير جيدة و هتتلف كمان مين هتتلف كمان الشغلة و هتعمل تلف كمان في السكينة و ممكن تقلل العمر الافتراضي للسكينة طيب أنا دلوقتي و أنا شغال في مفاهيم أساسية لازم أكون عارفة المفاهيم الأساسية دي لأنها بتأثر على بعض زي ايه؟ زي عندي سرعة القطع سرعة القطع ممكن أبسط تعريف إن أنا أقول هو طول الريش المقطوع في الدقيقة يعني أنا لما جاء قطع مش أنا بلاقي الريش بتاعي عامل زي شكل حلزوني أنا لو شفت بقى الريش ده طولته كده شديته و شفت طوله قد إيه في الزمن اللي أنا عملته يبقى أنا كده جبت سرعة القطع طب نمرة اتنين عمق القطع عمق القطع هو المسافة اللي بتتغلغلها أداة القطع اللي هي السكينة داخل الشغلة يبقى سرعة القطع هو طول الريش المقطوع في الدقيقة إنما عمق القطع هو المسافة اللي بتتغلغلها أداة القطع داخل الشغلة نمرة ثلاثة وهي التغذية كلمة تغذية أولاد أنا عندي سكينة الفريزة بتبقى بتلف وأثناء ما هي بتلف أنا كمان بحرك الشغلة الدوران بتاع السكينة ده مش هو ده التغذية التغذية هي المسافة اللي بتتحركها الشغلة طبعا أنا لما بحرك الشغلة لو السكينة بتلف بالراحة أكيد أنا أحرك الشغلة بالراحة لو السكينة بتلف بسرعة ممكن أتحرك أنا بسرعة قليلة يعني بالراحة أو إن أنا أزود سرعتها شوي طب استنى أنا كده جمعت ما بين التغذية وجمعت ما بين السرعة وجمعت ما بين عمق القطع معنى كده أن التلاتة بيأثروا على بعض أو طبعا التلاتة بيأثروا على بعض والتلاتة دول مش كمان هما اللي بيأثروا على بعض بس ده بيأثر عليهم نوع معدن الشغلة وبيأثر عليهم نوع معدن أداة القطع يعني لما قول العوامل اللي بتوقف عليها سرعة القطع قول كل العوامل اللي باقية اللي هي عوامل اللي توقف عليها سرعة القطع يعني عمق القطع التغذية سرعة نوع سائل التبريد نوع معدن أداة القاطع نوع معدن الشغل لما أقول لك العوامل اللي بيتوقف عليها عمق القاطع يبقى العوامل دي هي عبارة عن سرعة القاطع نوع معدن الشغلة نوع معدن أداة القاطع عمق القاطع وكمان سائل التبريد وممكن تزود عليهم حالة المكين يبقى العوامل دي كلها بتأثر في بعض يبقى المفاهيم الأساسية اللي لازم تكون عارفة اللي هي سرعة القاطع وعمق القاطع والتغذية ولازم كمان تكون عارف ايه هي الاختبارات اللي لازم تتم على سكينة الفريزة علشان تطلع عندي شغل بجودة عالية تعالوا نبصوا مع بعض كده بيقول لي هنا ان الفريزة الافقاء العامة فيه مجموعة من الاختبارات التي تجرى على عمود السكين طيب عمود السكينة هيبيجرى عليه ايه؟ الاختبار هو التأكد من تمركز دوران السكينة وعمود السكينة باستخدام الموبايل اتأكد من تمركز دوران السكينة وعمود الايه؟ السكينة ليه هما لو مش متمركزين هيحصل ليه؟ ابص شوف كده الاخطار بينتك سطحا او سطوحا مشغلة غير مضبوطة لان اسنان السكينة بتقطع باعمق مختلفة نتيجة عدم التمركز طيب الاختبار التاني ايه؟ سند طرف العمود لازم عمود السكينة يكون مسنود بالراز بالنهاية اللي في الاخر وسند طرف العمود لو مش مسنود اللي هيحصل هيحصل اهتزاز في العمود والاهتزاز ده حينتج سطوحا مشغلة غير مضبوطة علاوة على احتمال تلف اسنان السكينة طيب بعد كده عندي ضرورة ان يكون اتجاه ميل السنة في نفس اتجاه الدوران طيب ليه لازم يكون في نفس اتجاه الدوران هو ايه الخطر اللي ممكن تسببه هنا اه السكينة لا تقطع وتتلف اسنانها ويتلف السطح الايه؟ المشغل تعال نروح للمفاهيم الاساسية اللي لازم نبقى عارفنا نمرأ واحد في المفاهيم دي سرعة القاطع وسرعة القاطع قولنا هي طول الرئيش المقطوع في الدقيقة مثل عملية الخراطة تماما زيها زي عملية التفريز او هي المسافة المحيطية لنقطة تتحرك على محيط السكينة بعدد لفات في الدقيقة طيب ايه هي العوامل اللي بتأثر عليها العوامل التي تتوقف عليها سرعة القاطع نمرأ واحد قطر السكين نمرأ اثنين نوع معدن السكينة نمرأ تلاتة نوع معدن الشغلة العمق المراد ازالته اللي هو عمق القاطع يعني نمرأ خمسة نوع سائل التبريد نمرأ ستة اللي هو قطر مقطع التفريز طب بما اننا جيت دلوقتي وبتكلم عن سرعة القاطع تعالى نشوفه و احنا بنحسب السرعة دي ازاي بما اننا السكينة الفريزة سكينة بتتحرك دائريا يبقى انا لازم اشوف هحول الحركة الدائرية دي الحركة خطية عشان اقيس السرعة ازاي تعالى كده تعالى كده نقول سرعة القاطع هي السرعة المحطية لحدود القاطع هسميها عين دي سرعة محطية من السرعة دائرية يبقى انا دلوقتي عندي بتسوي طه قاف نون على الف الطه اللي هي النسبة التقريبية اللي هي بتسوي 22 على 7 او بتسوي 3 و 14 من 100 القاف هو قطر السكينة النون اللي هو عدد لفات السكينة في الدقيقة يبقى انا لو كتبت كده هامش هقول ان القاف دي قطر السكينة والنون اللي هي عدد لفات السكينة في الدقيقة يعني النون دي كنت ميزة لفة لكل ايه لكل دقيقة طب تعالى كده ناخد مثال بسيط ونشوف هنحله ازاي بيقول لي كم تكون سرعة القاطع لسكينة فيريزة قطرها 125 ملي متر وسرعة دورانها 58 لفة لكل دقيقة احيانا في طلبة بتطلخبط واول ما يلاقي كلمة سرعة دورانها دي اعتبرها السرعين اللي هو عايزها لا طالما هي محسوبة باللفة لكل دقيقة يبقى دية نون اللي هي عدد اللفات فتعالى كده نعمل هامش الراجل بيقول لي كم تكون سرعة القاطع يبقى عين بتسوي كم لسكينة فيريزة قطرها يبقى القطر قاف بيسوي 125 وسرعة دورانها يبقى نون بتسوي 58 تعالى نحط القانون يبقى عين بتسوي طه قاف نون على 1000 اقول بتسوي واعمل شرط تكسر مش الطه دي ب22 على 7 يبقى اكتب هنا 22 و7 تحت احط علامة في القف بتاعتي ب125 يبقى فيه 125 فيه النون يبقى فيه النون بتاعتي ب58 فيه طبعا تحت هنا في المقام كان عندي 1000 يبقى السرعة بتاعتي هنا حتسوي 22 و8 من 10 وطالما دي سرعة محيطية يبقى دي بتتقاس بالمتر لكل دقيقة تعالى نروح نشوف برضو من المفاهيم الاساسية عندي سرعة التغذية تعالى سرعة التغذية هي ايه؟ هي المسافة التي تتقدمها الشغلة في اتجاه الحد القاطع خلال دقيقة واحدة وخلي بالك ان التغذية ممكن تتقاس بتغذية لكل دقيقة تغذية لكل لفة تغذية لكل مسافة وهي اما ان تكون في اتجاه محور النضض او عمودي على اتجاه محور النضض طب التغذية دي العوامل التي اتوقف عليها ايه؟ اللي هما الست سبع حاجات اللي انا قلتلك عليهم يبقى العوامل دي نوع معدن المجهولة، عمق القاطع، عرض القاطع، نوع معدن السكينة، قطر السكينة، ستة حالة الايه المكينة، سبعة درجة التشطيب، تمانية استعمال سائل التبريد وبالتأكيد نوع سائل التبريد، طب التغذية دي بتتقاس بوحدة ايه؟ ما انا قلتلك بقى ممكن تتقاس لكل دقيقة، ممكن تتقاس لكل لفة، ممكن تتقاس لكل سنة من اسنان السكين يبقى انا عندي دلوقتي عندي انواع التغذية، تغذية لكل سنة، تغذية لكل لفة، نمرة تلاتة التغذية لكل دقيقة طب تعالى كده، نشوف بعد كده عمق القاطع، انا عندي عمق القاطع من المفاهيم الاساسية وعمق القاطع ده اولاد اللي هو المسافة اللي بتتغلغلها اداة القاطع داخل السكينة، المسافة اللي بتتغلغلها اداة القاطع داخل السكينة والسكينة لما بتتغلغل داخل اداة القاطع بتشيل سمك معين من الريش يبقى انا ممكن اقول ان عمق القاطع والمسافة اللي بتتغلغلها اداة القاطع داخل السكينة أو أقدر أقول إن هي سمك المعدن المزال أو سمك الريش المزال من السكينة طب تعالى دلوقتي نشوف بقى إيه نشوف إن أنا عندي دلوقتي في عمليات التفريز السكينة دي عبارة عن مجموعة من الأسنان مجموعة الأسنان دي ممكن تكون بتاكل في الشغلة أو بتقطع في الشغلة وهي بتدور لأسفل وممكن تكون بتاكل في الشغلة يعني بتقطع في الشغلة وهي بتدور لأعلى يبقى دا كده اسمه تفريز محيطي لأسفل وتفريز محيطي لأعلى خلي بالك إن كل واحد فيهم له ميزة وعيد يعني أنا التفريز المحيطي لأعلى ده بيخلي السكينة بتاكل تدريجيا بتاكل من الأولي للتخين إنما للأسفل بتاكل تخين على طول بتاخد سمك جبير على طول وهي بتزيل بس التفريز المحيطي لأعلى ممكن يقتلع الشغلة من مربطها أنا رابط الشغلة على منجلة أو على أي جزء تاني رابط يبقى ممكن وأنا بتحرك لأعلى يفك الشغلة من المربط إنما اللي الأسفل آه اللي الأسفل حيضغط على الشغلة ويسبتها أكتر اللي الأعلى ممكن يكون فيه إجهاد على سنة السكينة نتيجة إنها بتتعلق الشغلة بتتعلق فيها أو بمعنى أصح الرائش بيتعلق في سنة السكينة إنما للأسفل السكينة هي اللي بتضغط على الشغلة يبقى أنا عندي تفريز محيطي لأعلى وتفريز محيطي لأسفل طب السكينة دي اللي أنا بستخدمها كل سنة من أسنان السكينة لها تلت زوايا زاوية اللي هي زاوية الجرف اللي بتشيل المعدن ودي حتبقى لو قلت إن السنة دلوقتي لها وش مايل كده يبقى أنا زاوية الجرف هي الزاوية المحصورة ما بين محور السكينة أو الخط اللي بيعدي بمركز السكينة ووجه السنة الأمامي طيب وزاوية الخلوص هي الزاوية اللي موجودة في ظهر السكينة عشان تقلل ما بين احتكاكها وما بين الشغلة يبقى الزاوية المحصورة ما بين الخط المماس للسكينة ووجه السنة الخلفي والجزء اللي باقي ما بين زاوية الجرف وزاوية الخلوص هو ده اللي بنسميه زاوية السن يبقى أنا عندي دلوقتي طرق للتفريز اللي هي التفريز المحيطي لأعلى والتفريز المحيطي لأسفل وعندي كمان زوايا القطع بتاعت السكينة اللي هي زاوية الجرف وزاوية السن وزاوية الخلوص تعالوا نشوف الزوايا وطرق التفريز على مكينة الفريز نبصوا مع بعض كده تقسيم اتجاه الدوران في السكينة اتجاه الدوران في السكينة عندي قلت التفريز بالقطع لأعلى والتفريز بالقطع لأسفل التفريز بالقطع لأعلى يبقى السكينة بتاعته بتاكل ويطلع الفوق والتفريز بالقطع لأسفل بياكل وهي نزلة لتحت طيب تعالى كده نقول لو قارنت ما بينهم ما بين المميزات التفريز بالقطع الأعلى بتعمل على تغلغه للسكينة ايه تدريجيا نبصوا كده السكينة بتاكل السمك هنا من صغير وتروح للكبير إنما هنا الحد القاطع بيتحمل أكبر قوة قاطع لأنه بيشيل من الكبير للصغير طيب نمرة 2 عيوبها نمرة 1 هنا في القاطع الأعلى سكينة القاطع أسنانها عملية قاطع تحاول خلع الشغلة من مكان ربطها وهي بتتحرك لفوق ممكن تخلع الشغلة وتفكها إنما هنا وهي بتتحرك لأسفل بتعرض طولة الآلة للإهتزاز نتيجة إنها بتضغط على الشغلة بضغط زائد تعال نروح لزوايا القاطع زوايا أسنان السكينة لو قلنا إن دي سنة السكينة كده يبقى الزاوية اللي قدام دي اسمها زاوية الجرف الزاوية اللي موجودة في الخلف دي اللي بتقلل الاحتكاك اسمها زاوية الخلوص زاوية الجرف دي هي الزاوية المسؤولة عن انسياب الريش زاوية الخلوص دي هي الزاوية المسؤولة عن تقليل الاحتكاك واللي ما بينهم دي اسمها زاوية الايه؟ زاوية السن تعال نعرفهم يبقى زاوية الخلوص هي الزاوية المحصورة ما بين الخط العمودي على مستوى المحوري المار بالحد القاطع السن وهي الزاوة المحصورة مبامين زاوية الجرف وزاوية الخلوس طب معنى كده ان انا لو جبت سكينة الفريزة حلاقي ان سكينة الفريزة لو جبت كل سنة من الاسنان دي حلاقي لها حفة حلاقي فيها لها واجه امامي حلاقي لها واجه ايه خلفي تعالى كده نعرف كل واحدة فيهم نمرة واحد واجه السنة واجه السنة هو اللي مشاور لك عليه ده ده الوش اللي بيخش فيه او قدامه الرايش يبقى واجه سنة هو السطح المقابل للرايش اثناء عملية القطع نمرة اتنين حيز الرايش اللي هو الحيز اللي موجود ما بين السنتين يبقى حيز الرايش هو الفراغ الواقع بين خلف السنة ووجه السنة التي تليها يبقى ده خلف السنة وديه واجه السنة اللي بعدها يبقى المسافة دي هي حيز الرايش المسافة دي هي حيز الرايش المسافة دي هي حيز الرايش نمرة ثلاثة الحفة هي السطح الذي يوجد خلف الحد القاطع الحفة اللي هو الوش ده نمرة أربعة الحد القاطع اللي هو الحد الرفيع خالص ده اللي هو لازم يكون مسنون علشان يعمل عملية القاطع وبيتكون نتيجة لتقاطع الواجه مع الحفة طب السكينة دي أولاد بتصنع من إيه؟ السكينة دي بتصنع من المواد التالية والمواد دي نفس المواد تقريبا اللي بيصنع منها أغلب المواد القاطعة في عمليات الخراطة وفي كمان عمليات الأشط نمرة واحد الصلب الكربوني نمرة اتنين الصلب السبائكي نمرة تلاتة الصلب السريع القاطع اللي بنقول عليه في بعض الأحيان صلب السرعات العالية نمرة اربعة السيراميك اللي هو الخزف الطبيعي نمرة خمسة الكربيدات اللي بنقول عليه الكربيدات الملبدة يبقى أنا عندي المعادن أو المواد اللي بتصنع منها أدوات القاطع نمرة واحد الصلب الكربوني الصلب السبائكي الصلب السرعات العالية أو الصلب السريع القاطع السيراميك اللي هو الخزف الطبيعي والكاربيدات الملبدة طب أنا لما يكون عندي سكينة إيه هي الشروط اللي لازم تتوفر فيها علشان تقطع بطريقة جيدة يبقى الشروط اللي واجب توفرها لكي تظل سكينة الفريزة بحالة جيدة نمرة واحد أن تكون استدارتها تم تكون دايرة مظبوطة ما فيهاش أي انبعاج نمرة اتنين أن تكون متمركزة الدوران نمرة تلاتة أن تكون حادة القواطع أن تكون حادة الايه حادة القواطع هننتقل بقى دلوقتي لجزئية مهمة جدا وهي تعتبر الجزئية اللي بنبدأ نتكلم فيها عن عمليات التصنيع المهمة جدا والدقيقة جدا فيه ماكينة الفريزة وهي ايه ان انا اعمل ترس لو افترضنا ان دا كان قرس سطواني مدور وانا عايز اعمل مجموعة الاسنان دي عليه يبقى لازم اقسمه لعدد من الاخسام المتساوية على محيط دايرة وبالتالي علشان تقسم دايرة لمجموعة من الاخسام المتساوية لازم يكون عندك جهاز دقيق الجهاز الدقيق ده اسمه جهاز التأسيم وجهاز التأسيم وصفته انه يقسم محيط الدائرة لعدد من الاخسام المتساوية ولما يقسمها اذا كان التأسيم دا بقولك ترس عشرين سنة اربعين سنة تمانين سنة خمسين سنة مية وعشرين مية واربعين مية وخمسين يبقى دا اسمه تأسيم بسيط انما لما قولك مية تسعة وخمسين مية وتسعتاشر متين وتسعتاشر تلتمية وتسعتاشر اه خلي بالك بقى في حاجة جنب الرقم العشري اللي هو اقرب حاجة لعشرة اللي هي عشرة عشرين تلاتين لو عشرة عشرين تلاتين خلاص انا ما عنديش مشكلة او مية وعشرة مية وعشرين مية وتلاتين مية واربعين مية وخمسين ما عنديش مشكلة إنما لما يبقى 129 139 119 59 69 يبقى ده اللي فيه مشكلة ليه لأن هنا أساساً القلب بتاع الجهاز رقم زوجي 40 سنة لما حاجة أقسمه على عدد الأقسام مش هيقبل الإسمة وبالتالي مش هيبقى عندي أي جهاز أقدر أجيب بشوية تقوب يعني إيه شوية تقوب؟ يعني أنا بيبقى عندي أرس الأرس ده موجود فيه مجموعة من التقوب بحيث إن أنا لو عندي دايرة فيها 20 تقب لو أنا خدت الزرار أو العمود بتاع جهاز التقسيم ومشيت كده 5 تقوب من العشرين إذا أنا كده لفت ربع لفة لو الدايرة دي كان فيها 15 تقب وأنا خدت منها 5 تقوب يبقى أنا كده اشتغلت تلت لفة تلت لفة كاملة يبقى أنا وظيفة دوائر التقوب إن أنا بقدر أجيب فيها جزء من اللفة تلت ربع خمس ستس زي ما أنا عايز وبعملها على حسب عدد التقوب اللي موجودة في الدائرة الإيه؟ في الدائرة الوحدة تعالوا نبصوا كده نشوف التقسيم البسيط وناخد مسألة على التقسيم البسيط نبصوا مع بعض جهاز التقسيم دي أجزاء جهاز التقسيم عندي إلى منشور ممكن أعمل منشور رباعي منشور خماسي برضو لأن هنا بقدر أعمل أسطح زي الأسطح بتاعة الصمولة ما هي الصمولة برضو بقسم محيط الدائرة لعدد من الأقسام المتساوية طيب تركيب جهاز التقسيم هو جهاز بيحتوي من الداخل على بريمة زاد باب واحد معشقة مع ترس بريمة والترس ده بيكون أربعين سنة طيب تعالوا نشوف الملحقات بتاعته إيه؟ الملحقات بتاعة جهاز التقسيم بيولحق بجهاز التقسيم تلت أقراص بها دوائر يعني ده الأرس الأولاني الأرس الأولاني بصوا كده أولاد ده أرس دائرة هو واخدين بالكوا أن فيه دوائر صغيرة اه دي دائرة واحدة الدائرة دي ممكن يبقى فيها خمستاشر تقب ممكن يبقى فيها ستاشر تقب وممكن يبقى فيها سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين تقب ودول اللي أنا حستفد بيهم إن أنا أجيب جزء من دايرة إن أنا أجيب جزء من إيه؟ من دايرة الأرس الثاني فيه واحد وعشرين وثلاثة وعشرين وسبعة وعشرين وتسعة وعشرين وواحد تلاتين وتلاتة وتلاتين تقب التالت وهكذا يبقى دي أشكال التوب عندي طيب أنا بحسب عدد لفات يد الجهاز إزاي؟ بقول إن عدد لفات يد الجهاز بيساوي أربعين على عدد الأقسام في عدد الأبواب ودايما لو ما تدنيش عدد الأبواب في المسألة بحسب دايما عدد الأبواب بتساوي واحد طب تعال كده نحل بقى مثال مع بعض كده عشان المسائل دي مهم بقول عمود استواني ورد تقسيمه إلى مخمس منتظم احسب عدد لفات يد الجهاز طبعا أنا هنا ممكن أحتاج التقوب وممكن ما احتاجهاش فحقول كده إن عدد لفات يد الجهاز بتساوي أربعين على عدد الأسنان أو عدد الأقسام في عدد الأبواب بيبقى بيساوي أربعين عدد الأقسام هو قال لي عايز يعمل إيه؟ عايز يعمل مخمس بقى دي أربعين على خمسة قال لي هنا عدد أبواب ألزت باب إيه؟ واحد يبقى دي فيه واحد يبقى دي بتساوي أربعين على الخمسة فيها التمانية يبقى تدار يد الجهاز تم اللفات بعد قطع كل وجه أنا كده محتاجتش تقوب طب تعالى كده بيقول لي يراد فتح أسنان ترس عدد أسنانه ستين سنة على مكينة الفريزة احسب عدد لفات يد الجهاز ده ترس ستين سنة أولاد والترس البريمي أربعين سنة اللي هو قلب الجهاز ادى لك قلب الجهاز باربعين أو ما ذكرهاش في المسألة احسبها باربعين قال لك عدد أبواب خد عدد الأبواب اللي بيقولها لك مدلكش عدد أبواب احسب عدد الأبواب بواحد وملحق معاه مجموعة تقوب تعالى ناخد المعطيات ونحل من عدد لفات يد الجهاز بتساوي أربعين على عدد الأسنان أو عدد الأقسام يعني في عدد الأبواب يبقى الكلام ده بيساوي أربعين على عدد الأسنان بكام بستين في عدد الأبواب بكام بواحد يبقى الكلام ده بيساوي أربعين على ستين تعالى نشيل الصفر مع الصفر ونختصر كده على الاتنين يبقى البسط فيه اتنين والستة على الاتنين فقى التلاتة يبقى أربع على الاتنين فقى التنين وستة على الاتنين فقى الايه فقى التلاتة ده اسمه اتنين على تلاتة لفة طالما المقام ده مش موجود هنا تعالى نضرب في الرقم ثابت فوق وتحت المهم ان المقام يبقى موجود في دول المقام بس الناتج بتاع المقام بس فانا لو ضربت في اتنين على اتنين ما اتنين في تلاتة بستة ما فيه ست لو ضربت في تلاتة على تلاتة يبقى تلاتة في تلاتة بتسعة ما فيش تسعة لو ضربت في اربعة على اربعة التلاتة في اربعة هنا في المقام تلاتة في اربعة باتناشر ما فيش هنا في اتناشر إنما لو ضربت في خمسة على خمسة بصوا كده يا باشا اللي اتنين في خمسة بعشرة والتلاتة في خمسة بكام بخمستاشر الخمستاشر دي موجودة هنا عشرة من خمستاشر دي اولاد معناها تلتين لفة اللي انا كنت عايزها اساسا من ناتج المسألة بس انا جبتها ازاي ضربت في رقم ثابت فوق وتحت المهم ان الناتج اللي تحت ده يكون موجود عندي في التقوب فانا كده حقول ان بتدار يد الجهاز عشر سقوب من دائرة في بيها خمستاشر ايه تقوب لما لف عشر تقوب من دائرة فيها خمستاشر معناها ان انا عملت ما بين كل سنة سنة تلتين ايه تلتين لفة تمام كده تعال نشوف حاجة تانية اسمها التقسيم الفارقي التقسيم الفارقي اولاد وده بيكون نطاقه اوسع واشمل نطاقه اوسع واشمل ليه نطاقه اوسع واشمل لان في التقسيم الفارقي انا ممكن اعمل تقسيم من جزء واحد ل382 بس الكلام ده بيكون عن طريق ان انا بحط مجموعة التروس ومجموعة التروس ديت هي اللي بتشيل عندي الفرق ما بين الاسنان يعني ايه بقى تقسيم فريقي بصوا لي كده التقسيم الفريقي معناه انا جبت معاك دلوقتي مثال بستين سنة ممكن يبقى اربعين سنة ممكن يبقى مئة وعشين سنة فحضرتك هتقسم الاربعين على مئة وعشين وتجيب عدد لفات يد الجهاز اذا كانت لفات كاملة او اذا كانت لفات عبارة عن عدد تقوب من دايرة فيها تقوب طب والتقسيم الفريقي لازمته ايه قلتلك كده برضو في منتصف الحلقة افرض ان انا عندي مثلا ترس 219 سنة 219 سنة لما حتيجي تقسم 40 على 219 هتلاقي نفسك مش عارف تختصر اي اختصار ولا عارف تجيبها بالدوائر لان ما فيش دوائر متاحة فيها 219 دايرة لو قلتلك هتلي ترس 59 سنة فانت هتقول 40 على 59 وبالتالي مش هتعرف تختصر اي اختصار وما عندكش دايرة فيها 59 سنة طب نعمل ايه اقولك خلي الترس 59 سنة 60 سنة استنى مستر محمد انت كده بتقول كلام غلط وما ينفعش ليه ما انت بتقول حخليه 60 سنة هو انا ينفع حد يجيلي في مصنع ويقول لي عايز ترس 59 سنة اقومت دي لو انا ترسي 60 سنة لا طبعا ما ينفعش امال انت بتقول لي بقى مستر محمد ان انا هخلي 59 سنة 60 ليه هخلي الـ 219 220 ليه هخلي الـ 139 هخليها 140 اقولك ليه لان انا عندي في التقسيم الفريقي انا بقدر اركب مجموعة تروس يعني انا بحسب عدد لفات يد الجهاز على بدل ما هم 59 بحسب يد الجهاز على 60 لو هم 219 ححسب يد الجهاز على 22 لو هم 239 ححسب يد الجهاز على 240 طب وبعدا ما هحسبها على الرقم السابت اللي بالزيادة او بالنقصان اه ما ان لو عندي 153 ححسبها على 150 انما لو عندي 158 ححسبها على 160 يبقى الاقرب للناقص او للزائد الاقرب للناقص او للايه او للزائد طب وبعدا ما هحسبها للاخرب للناقص او الزائد حروح ححسب مجموعة التروس مجموعة التروس دي لما تركب على جهاز التقسيم حتاكل الكمية الزيادة لأن أنا بحسبها على عدد الأسنان اللي أنا زودتها أو اللي أنا قللتها أيواه كده بدأنا نتكلم صح إن أنا بعدما أعمل حساب لعدد الأسنان بالزيادة أو بالنقصان عشان أوصلها الرقم ثابت عشان أحسب عدد لفات يد الجهاز أنا لازم أروح أحسب بعد كده مجموع التروس التغيير اللي من خلالها حتبدأ تشيل الزيادة أو تزود النقصان اللي أنا عملته في العملية الحسابية تعال نشوف جهاز التقسيم وحنحسب إزاي تروس التغيير وناخد مثالين مثال فيهم بالزيادة ومثال فيهم بالنقصان نبص مع بعض كده يبقى أنا عندي دلوقتي التقسيم الفاريخي أو جهاز التقسيم الفاريخي بيستخدم طريقة التقسيم الفاريخي للحصول على نطاق أوسع من التقسيمات والتي يمكن تمام الحصول عليها في حال التقسيم البسيط ولذلك يمكن الحصول على تقسيمات من واحد لـ 382 ويستخدم نفس جهاز التقسيم بالإضافة إلى مجموعة مجموعة تروس يبقى أنا هنا جهاز التقسيم اللي موجود عندي أنا ححسب عدد لفات يد الجهاز عن طريق القانون اللي بيقول 40 على عدد الأسنان أو عدد الأقسام في عدد الأبواب ولكن بعد كده حروح أقول النجيم اللي هي نسبة تروس التغيير بتساوي ألف ناقس نون مضروبة 40 على الألف مين الألف؟ خلي بالك ثانية واحدة قبل ما أقولك مين ألف تعالى نشوف ده فيه قانون تاني نفس القانون ده بس بدل ما ألف ناقس نون نون ناقس ألف برافو عليكو حاسس إن فيه طلبة أسكية كده بيردوا علي وبيقولولي ما أنت ممكن تحط بالزيادة وممكن بالإيه؟ بالنقصان يبقى الألف دي الرقم اللي أنا افترضته لو هو الكبير يبقى ألف ناقس نون إنما لو الألف ده الرقم اللي أنا افترضته قليل أصغر يعني يبقى نون ناقس إيه؟ ناقس ألف ولازم تخلي بالك من إيه؟ إننا لو عندي 153 سنة يبقى دول حيتقربوا يبقوا آسف 253 سنة حيتقربوا يبقوا 250 سنة طب لو عندي 258 سنة أيوه برافو عليكو يبقى دول حيتقربوا 260 سنة تعالى بقى معايا كده نشوف حنحل أول مثال إزاي؟ بيقول لي يراد قطع ترسى عدد أسنانه 153 سنة على الفريزة الأفقية احسب عدد لفات يد جهاز التأسيم لكل سنة وكذلك طقم تروس اللازم إذا علمتها الآتي البريمة باب واحد والبريمة الحلزونية 40 سنة وخلي بالك بيقول لك ملحق بالفريزة 3 أقراص دوائد تقوبها تقوبها بدأ من 15 لحد 49 وما الإيه اللي تحت دوله مستر محمد؟ اللي تحت دول طقم التروس الجر اللي أنا هحطه عشان يأكل الزيادة أو النقصة يبقى أنا دلوقتي أحاول أن عدد لفات يد الجهاز بتساوي 40 على عدد الأقسام فحتيجي تقول لي 40 على 153 يبقى دي بتساوي 40 على 153 وبما أن أنا ما عنديش تقوب هنا فيها 153 يبقى دا الكلام دا ما ينفعش يبقى حاول كده يضار يد الجهاز 40 تقب من دايرة فيها 153 وحيث أنه لا توجد دايرة 153 تقب نفرض أن عدد الأسنان مية وكام 150 يبقى أنا كده عايز أروح أشتغل على 150 لأن لو زودت هزود 7 فبقت المية 53 دي 160 ولو قللت هقلل 3 فأنا باخد الايه؟ باخد الأقرب يبقى أنا عندي دلوقتي 40 على 150 في واحد يبقى الكلام دا بيساوي 40 على 150 طبعا أنا لو شلت الصفر مع الصفر حيستنى عندي في البسط 4 وفي المقام 15 يبقى أنا دلوقتي حختصر الصفر مع الصفر بقت 4 على 15 وبما إن 15 دي في المقام وموجودة في دوائر التقوب يبقى أنا دلوقتي اللي 4 دي يتعدد التقوب والمقام اللي هو 15 اللي هو الدائرة فحقول كده تدار يد الجهاز 4 ثقوب من دائرة بيها 15 إيه؟ 15 ثقوب بس استنى دا دول إمتى؟ لما عملت الترس 150 إيه؟ 150 سنة تعالى نعمل طاقة متروس التغيير اللي حتخليني يرجعها لي يخليها لي 153 سنة فحقول كده النجين بتساوي نون نقس ألف 40 على ألف أنا افترضت دلوقتي وقلت إن أنا المية 53 حقربهم لمية وخمسين مضروبة فيه 40 على 150 طبعاً الكلام دا حيساوي 150 بقى 3 الثلاثة فاربعين بمية وعشرين على مية وخمسين يبقى الكلام دا بيساوي حروح أختصر الصفر مع الصفر والتناشر والخمستاشر تقبل قسمة على الثلاثة يبقى 12 على الثلاثة فالأربعة وخمستاشر على الثلاثة فالخمسة طبعاً دولة نقدر أضربهم في رقم ثابت فوق وتحت بس هنا بقى الناتج اللي فوق والناتج اللي تحت لازم يبقوا موجودين هنا أيوة في التقوب الناتج اللي تحت بس يكون موجود في الأرقام دي بتاعت التقوب إنما في التروس لازم البسط والمقام يكونوا موجودين هنا فحلاقي نفسي إن أنا بضرف في 8 على 8 ليه في 8 على 8 ما تضرف في 1 على 1 4 وخمسة مش موجودين في 2 على 2 اللي 2 في 4 بـ 8 واللي 2 في 5 بـ 10 3 على 3 الثلاثة في 4 بـ 12 والثلاثة في 5 بـ 15 حتى إنك تجرب لحد ما تلاقي إن الثلاثة في 4 بـ 32 ودي موجودة هنا وكمان الثلاثة في 8 بـ 40 ودي موجودة هنا يبقى اللي فوق ده هو تروس قائدة واللي تحت ده تروس ايه؟ منقادة يبقى العدد المفروض أقل من المطلوب والمجموعة بسيطة والمجموعة ايه؟ والمجموعة بسيطة تعال ناخد كمان مثال ويكون فيه حساب بالزيادة بدل النقصات بيقول لي هنا المطلوب قطع ترس عدد أسنانه 319 سن على مكنة الفريزة إذا علمت أن الترس البريمي 40 سن والبريمة زد باب واحد احسب عدد لفات يد الجهاز لكل سنة وطأم التروس طبعا زي منتوا شايفين كده 319 دي أكيد حقربها الكام برافو عليك وأكيد حقربها لـ 320 يبقى أنا عندي 319 اتقربت لـ 320 تعال نحسب بقى على طول يبقى عدد لفات اليد المرفقية 40 على عدد الأقسام في عدد الأبواب يبقى بتساوي 40 على عدد الأقسام 320 في عدد الأبواب واحد يبقى الكلام ده بيساوي 40 على 320 لو شلت الصفر مع الصفر واختصرت على ال4 فالواحد على ال4 تبقى فيها التمانية يبقى الكلام ده بيساوي 1 على 8 وديت بما أنها عدد لفات اليد المرفقية بقى لازم أضرب في رقم ثابت فوق إيه وتحت بس المقام يكون موجودهن طبعا اقرب حاجة في ان انا اضرف في اتنين على اتنين فيبقى الناتجة عندي في البسط اتنين وفي المقام 16 لان انا عندي هنا 16 في التقوب يبقى انا كده حقول ان بتدار يد الجهاز تقبين من دايرة فيها 16 بعد قطع كل سنة يبقى انا دلوقتي اللي فوق هي عدد التقوب واللي تحت هي الدايرة يبقى تدار يد الجهاز اتنين ثقب من دايرة بقى 16 ايه 16 تقب خلي بالك انا حسبت هنا على 300 وكام 320 وهم كانوا كام 319 يبقى لازم اروح اجيب تروس تغيير عشان تشيل الواحد الفرق دا اروح جاي رايح اي ان انا دلوقتي جيم مضروبة في الف ناقس نون في 40 على الف المثال اللي فات كان علشان كنت اواخد اقل كانت نون ناقس الف انما دلوقتي انا باخد زيادة حول الف ناقس نون وتعال انعوض يبقى الجيم بتساوي الالف بتاعتي بتلتمية وعشرين ناقس 319 مضروبة في الاربعين على الالف اللي كانت بتلتمية وعشرين يبقى الكلام دا حيساوي 40 على تلتمية وعشرين هاختصرهم يبقى انا دلوقتي صفر مع صفر على الاربعة فالواحد على الاربعة برضو فيها التمانية تمام حضرب في رقم ثابت فوق وتحت بس انا دلوقتي لو ضربت في رقم ثابت فوق وتحت اقل حاجة 24 فلو ضربت الاربعين في 24 هتديني رقم كبير ومش هقدر ايه احسبه فحضرب في 3 على 3 واخدهم اخد 1 على 3 واخد 3 على 8 يبقى انا عندي كده 3 على 8 مضروبة في 1 على 3 واخد 3 على 8 اضرابها في رقم ثابت فوق وتحت واخد الواحد على 3 كمان اضرابها في رقم ثابت فوق وتحت اجي بعد كده يبقى الناتج 3 في 8 24 وال8 في 68 واربعة وفSTين وهنا الواحد في 24 24 والتلاتة في 24 72 يبقى انا عندي قائد 24 وقائد 24 منقاد 64 ومنقاض 72 وتبقى المجموعة هنا مجموعة مركبة وبالتالي يبقى أنا كده عرفت عمل عملية الحساب ليه المشغولات اللي أسنانها هتبقى كبيرة عن التقسيم الفريقي أو أقل منه طيب أنا المشغولات عندي بثبتها إزاي أنا عارف إن أنا زي ما كان عندي تثبيت للسكينة تثبيت كمان للمشغولات وبالتالي المشغولات ممكن تثبت عندي بالمنجلة العادية المنجلة الدوارة المنجلة المركزية كده أنا جبت كل الجوانب اللي موجودة في الفريزة الأفقية العامة من خلال أجزائها واستعمالاتها والتفريز محيط الأعلى والأسفل وأشكال طرق تثبيت السكينة وطرق تثبيت المشغولة التقسيم الفريقي والتقسيم البسيط إذا كنتوا عايزين تراجعوا على مكينة الهب مراجعة مهمة جدا يبقى لازم تنتظروني في الحلقة القادمة إلى أن أراكم على خير بإذن الله أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته